العالم كله بالخمسة سنين جايين رح يكون عنده مشاكل اقتصادية كتير قوية نتيجة التضخم يلي عم بيرفع أسعار الفوائد وينما كان بالعالم نتيجة هذا التضخم رح يصيب بلدان مثل لبنان أكتر من غيره عندك مشاكل اللي عم بتصير جيوسياسية بأوكرانيا بغير مطارح بقى كلها هايدي أسعار الفترول رح توصل انه تصير كتير كتير مهمة القضايا الاقتصادية لك أنا أول شي خليني أرجع لقصة الرؤية أنا بدي أقول انه أنا كاتب هالرؤية طبعي أنا مختلف عن المرشحين يلي بينحكى عنهم يلي ما ترشحوا علنا ولا كتبوا برنامج هؤدي مرشحين يمكن يكونوا رماديين مثل ما بيخاف البعض انه يكونوا ولكن زياد حيك مقدم برنامج مواقفه واضحة من كل هايدي الأمور الخلافية اليوم بالبلد لذلك زياد حيك ما عم بيروح لعن فريق يقل له شي ويروح عن فريق تاني يقل له شي تاني وهيدا بيصب بالموضوع اللي عم تسألني عنه انه كيف بدنا نحنا نشتغل مع كل هايدي اليوم يعني التحالفات الموجودة بالمنطقة أنا بشوف بالحقيقة بالأخير انه بترجع لشخصية الرجل أو الامرأة بس خلينا نقول الرجل بحالتي أنا هي اللي بتأثر يعني نحنا وقات من خاف من اشياء ما لازم نخاف منها أنا لما سحب ترشيحي من رئاسة البنك الدولي مع انه أنا كان عندي كتير يعني شانس انه انتخب وقتها يعني شو كان السبب كان السبب انه اجا ضغط خارجي أنا بوقتها قلت ليش منها نخاف من ضغط خارجي يعني الامريكان ضغطوا على رئيس الحكومة بوقتها ليسحب ترشيحي طيب امريكا راح توقف تسليح الجيش اللبناني يعني اذا زياد حيك كان مرشح امريكا راح تجي هلأ تغير سياستها تجاه لبنان لا لذلك انا عم بعطي هذا مثال وهذا بيتطبق على كل الدول على فرنسا على السعودية على اي ضغط خارجي على اي ضغط خارجي نحنا لازم نشوف شو نحنا موقفنا وما نخاف لانه متل ما نحنا عايزين هيدا الدول بامور معينة هي عايزتنا كمان نحنا بامور معينة يعني ما فينا نعالج ازمة لبنانية متل ما منعالج كل الازمات للأسف يعني كل اللي عم بيتعاطوا بهيدا الموضوع لحد اليوم عم بيتعاطوا معه بشكل كتير تقليدي بشكل متل ما مكتوب بالكتب الكتب مكتوبة لدول المديونية طباعة خارجية نحنا مديونيتنا داخلية الكتب مكتوبة للدول في عندها عملتين في عندها العملة المحلية وعندها الدولار نحنا عملة تالتي اللي هي صرنا نسميها اللولار يعني مقاربتنا اليوم ما فيها تكون تقليدية لانه بس الوضع بلبنان سيء ان الوضع العالمي سيء ونحنا بعد منا من تبهن له ولا وعين له انت الحلق الاضعف انت الحلق الاضعف ومشغولين ازا هيدا مع سلاح حزب الله وهيدا ضد سلاح حزب الله يخي سلاح حزب الله بده معالجة بس سلاح حزب الله يعني ما راح تقدر تعالجه انت بشهر وشهرين وهادي الشهر وشهرين هادي بتعمل كتير فرق بالنسبة لالك ازا انت خيرة شبابك عم تترك ازا انت راح تقدر يعني يصير عندك ناس عم تنتحر يعني فيه فيه امور نحنا لازم نعالجها بسرعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة